الإنسان بيتنفس بمعدل 20 ألف مرة باليوم الواحد بس وعمليات التنفس هاي من شهيق وزفير هي مش بالبساطة اللي بتبين عليها صحيح إنه التنفس بيحدث بطريقة لا إرادية وتلقائية لدرجة إنه حتى وإحنا نايمين بنتنفس إلى إنه كل نفس بناخده إلو رحلة طويلة في الجهاز التنفسي والرحلة هاي مليانة أحداث وتفاصيل فتعالوا نبلش الرحلة من أولها بداية إحنا بنعرف بإنه الهواء بيفوت على جسمنا عن طريق مصدرين يا بيفوت عن طريق الأنف يا عن طريق الفم طيب هل في فرق بينهم ولا المهم إنه هذا الهواء يفوت على جسمنا تعالوا نجرب أول شي بدي منكم تغلقوا الفم ونتنفس فقط من الأنف يلا وهلأ بدنا نغلق عندنا الأنف ونتنفس فقط من الفم إيش لاحظتوا؟ هل في فرق؟ ولا بكل الحالتين دخل الهواء وما في إيش تغير عليكم؟ تعالوا أحكي لكم أنا إيش لاحظت؟ لاحظت من خلال التجربة البسيطة هاي إنه الهواء اللي فات عن طريق الأنف أكثر دفئاً من الهواء اللي فات عن طريق الفم وما حسيت هيك بإيش بدايئني هون طيب شو السبب؟ إحنا لساتنا بنفس الغرفة ونفس المكان وما في إيش تغير علينا فكيف الهواء اللي بيفوت من الأنف أكثر دفئاً؟ لحتى نعرف تعالوا نفوت في داخل التجويف الأنفي ونشوف شو أهم التراكيب فيه بداية بنلاحظ إنه التجويف الأنفي مليان شعيرات دموية بتنتشر في الأنف وداخله وبتحيط فيه وبالتالي الشعيرات الدموية هاي هي اللي بتعمل على تدفئة الهواء اللي بيدخل عن طريق الأنف طيب هذا الهواء ليش ما بيفوت عن طريق الفم وبيكون دافي نفس الإشي؟ لأنه هالشعيرات الدموية هاي ما بتحيط بالتجويف اللي اللي موجود عنا بالفم زي ما هي موجودة عن طريق الأنف طيب هذا الهواء اللي بيفوت عنا على أنفنا مليان غبار أتربة وبعض العوالق اللي عالق فيه وحتى جراثيم هل أنفنا بده يسمح لهاي الأشياء كلها تفوت جوه وتفوت عن رئتين وتعملنا أمراض ولا لا؟ في الواقع لا زي ما الأنف عمل عنا على تدفئة الهواء الداخل عن طريقه برضو الأنف في عنده تراكيب عديدة ومميزة لحتى يمنع عنا دخول هاي العوالق والجراثيم والغبار وبييجي هون دور كل من الأهداب والطبقة المخاطية هاي الطبقة المخاطية بتغطي عنا التجويف الأنفي وفيها بتتم هاي الطبقة المخاطية أنها تعمل على امساب كل من الأتربة الغبار العوالق الجراثيم والجزيئات كبيرة الحجم اللي بتفوت لما ناخد عملية الشهيق وبمساعدة الأهداب شو بيصير عنا وشو هي هاي الأهداب أو السيليا وكيف بتشتغل بداية لما نتنفس الشعيرات الدموية الموجودة في الأنف رح ترطب وتدفئ عنا الهواء هاي وبعد هيك رح يلاقي عنده الهواء طبقة مخاطية هاي الطبقة المخاطية وبمساعدة الأهداب رح تلتقط عنا الجراثيم والأتربة والأوساخ اللي ممكن تسبب لنا أمراض عديدة في الجهاز التنفسي وبعد هيك عن طريق حركة الأهداب اللي بتتحرك بطريقة تشبه حركة الأمواج زي ما إحنا ملاحظين رح تساعد عنا الطبقة المخاطية على طرح كل الأوساخ والغبار إلى الخارج وهو اللي بصير لما نعطص أو نصعي بالتالي اتعلمنا إنه مش لازم نكتم لا السعلي ولا العطسة لأنها بتساعد جهازنا التنفسي على تنقية الهواء الداخل طيب يا ترى هذا الهواء بعد ما صار دافئ ومفلتر ومنقى وين رح يروح وين رح يوصل تابعوا معنا لحتى نشوف المحطة الثانية في الجهاز التنفسي تابعوا معنا لحتى نشوف المحطة الثانية في الجهاز التنفسي